أعلن حزب الله أنه استدفى بالصواريخ صباح اليوم تجمعا لجنود الاحتلال في محيط موقع الضهيرة من جهة ثانية أفادت القناة الثانية عشرة الإسرائيلية أن ثلاثة صواريخ أطلقت من جنوب لبنان باتجاه عرب العرامشة في الجليل الغربي وسقطت في مناطق مفتوحة وأعلن حزب الله إسقاط طائرة مسيرة من نوع إرمز 450 فوق بلدة العيشية كانت في مهمة قتالية وأقرى الجيش الإسرائيلي بسقوطها في وقت لاحق هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي في بيان أن صاروخ أرض جو أصاب إحدى الطائرات المسيرة التابعة له وأسقطها في جنوب لبنان البيان أوضح أن المسيرة كانت تحلق في سماء لبنان ما أدى إلى إصابتها مباشرة وسقوطها في الأراضي اللبنانية هذا وأكد الجيش عبر تيليجرام أن مقاتلاته قصفت الموقع الذي أطلق منه الصاروخ وأنه يحقق في الحادث ومن إبل السقي جنوب لبنان تنظم إلينا مراسلة العربي جويس الحاجخوري مرحبا بك جويس عن هذا الحدث أسألك استهداف طائرة مسيرة هل من بيان مفصل من حزب الله نعم هو أعلن في بيان قبل نشر هذه الصور أنه أسقط مسيرة إسرائيلية كانت تحلق فوق أجواء منطقة إقليم التفاح هذه المنطقة التي تم استهدفها مرتين يوم أمس المرة الأولى صباحا والمرة الثانية عندما قال الجانب الإسرائيلي بأنه رد على مصدر إطلاق الصاروخ باتجاه هذا المسيرة في إقليم التفاح تحديدا في منطقة جبل الجبور وهذا أيضا ليست المسيرة الأولى التي يقوم حزب الله بإسقاطها هذا الشهر في السادس من إبريل الجاري قام بإسقاط هرمس 900 أيضا فوق الأراضي اللبنانية وذلك في إطار تصدي حزب الله كما يقول للخروقات الإسرائيلية إن كان للأجواء اللبنانية وقبلها في عرب العرامشة وفي تل إسماعيل للجنود الإسرائيليين الذين اجتازوا الحدود إضافة إلى كما يقول دفاعه عن أي استهدافات أو أي اعتداءات تيشنها الجانب الإسرائيلي على القرى والبلدات اللبنانية وفي هذا الإطار أيضا أتى اليوم صباحا الرد في أحد المواقع الإسرائيلية على استهداف غارة يوم أمس بلدة كفركلة موضوع المسيرات هي المسيرة الثالثة التي يعلن رسميا حزب الله عن إسقاطها منذ الثامن من أكتوبر موعد بدء أو تاريخ بدء العمليات العسكرية لحزب الله باتجاه المواقع الإسرائيلية والأهداف الإسرائيلية قبل ذلك كان الجانب الإسرائيلي يقوم بالرد على إسقاط هذه يقوم بالرد على إسقاط هذه الطائرات أو المسيرات باستهداف بعلبك البعيدة قرابة المئة كيلومتر عن الحدود يوم أمس قام باستهداف المنطقة التي أطلق منها الصاروخ ولكن السؤال ما إذا كان انتهى الرد عند هذا الحد أم أننا سنشهد أيضا اليوم استهدافات أخرى للجانب الإسرائيلي ردا على عمليات إسقاط هذه المسيرة نعم